اشتركوا في القناة على معنويات حتى المستثمرين في أسواق الأسهم المكاسب التي اليوم نلاحظها بأكثر من ثلاثة في المائة هل تسعر التوصل لاتفاق في يوم الخميس بما يتعلق بأوبك بلس ينتظر المتداولون بالفعل اجتماع منظمة أوبك بلس والأسعار الحالية تعكس بعض الارتياح في الأسواق المالية تجاه توقعات أن يتم قفض الإنتاج لكن في نفس الوقت هذه الأسعار تعكس بعض التشاؤم من احتمالية عدم التوصل للاتفاق لأن هناك بعض الإشارات وتحديدا ربما تكون من روسيا تظهر بأنه ربما سوف ترفض روسيا أي خفض في الانتاج ما لم تشارك الولايات المتحدة بالخفض مع منظمة أوبك وحلفائها وبالتالي الأسعار الحالية رغم أنها تميل أكثر لتوقع خفض في الانتاج إلا أنها أيضا تظهر بعض الحذر في الأسواق لأنه هناك توقعات بأن روسيا ربما سوف ترفض خفض الانتاج في حال لم تشارع الولايات المتحدة أو حتى ربما إذا لم تشارك الولايات المتحدة ربما يكون الخفض بأقل مما تأمل الأسواق المالية حيث أن الأسواق تنتظر خفض بمقدار 10 مليون برميل يوميا لكن إن جاء الخفض أقل من ذلك ربما يخيب أمل الأسواق خصوصا وأن الطلب العالمي على النفط ينخفض بشكل مستمر مع استمرار تفشي فيروس كورونا يعني هذا هو السؤال ساركيس حتى في حال شاهدنا التخفيض ب10 مليون برميل هل هو كافي؟ نحن نتحدث عن انكماش للطلب العالمي بأكثر من 30% فهل 10 مليون أو حتى 15 مليون برميل من الخفض ستكون كافية لموازنة السوق؟ باعتقاده هي لن تكون كافية بمعنى الكلمة لكنها طبعا سوف تؤثر على معنويات المتداولين وكذلك المضاربين في أسعار النفط لذلك خفض الإنتاج ربما يكون له تأثير معنوي جيد على الأسواق ولا يجب أيضا أن ننسى مقدار الانخفاض السعري الذي شهدته أسعار النفط خلال هذه السنة فإذا تحدثنا عن النفط الأمريكي الخفيف فقد انخفض من مستويات فوق 65 دولار للمستويات ما دون 20 دولار للبرميل الواحد فهذا الانخفاض يعتبر كبير جدا لذلك خفض الإنتاج حتى لو كان بعشر مليون برميل ربما يقلل من مخاوف الأسواق رغم أني أرى بأن الاتجاهات الهابطة الإجمالية ما تزال قائمة لحين ثبوت عودة الأمور للاستقرار في الاقتصال العالمي وتحديدا في أدوات النقل وكذلك في الطيران وقطاعات الطيران حتى يعود طلب النفط عالميا هناك منحنى آخر يجب النظر إليه أيضا وهو أن أسعار النفط الحالية ربما سوف تتسبب في إقفال العديد من الشركات حول العالم لأن أسعار النفط الحالية تعتبر منقفضة ولا تجلب أي عوائد للشركات بل ربما تسبب لها خسائر وهذا أيضا يدخل في الحسبان عندما نتحدث عن طب الإنتاج ب10 مليون برميل دعنا نبتعد قليلا عن النفط ساركيس ونتجه إلى موضوع الحزم التحفيزية التي تقرها أو تخطط لإقرارها عدد من الحكومات العالمية وتحديدا هنا أريد الحديث عن المنطقة الأوروبية وما يعرف بات الآن بكورونا بونز أو إصدار سندات للتمعامل مع تداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا هناك الجدل حتى الآن بما يتعلق بإصدار هذا النوع من السندات إلى أين سيذهب هذا الجدل؟ ما هي النتيجة المتوقعة برأيك؟ بصراحة الأمور تسوق أكثر فأكثر إن كان سياسيا أو اقتصاديا في منطقة اليورو أو حتى لو نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي ككل فسندات الكورونا حتى أنه في الولايات المتحدة تم الحديث أيضا عن سندات مشابهة لذلك ففي أوروبا لكن يختلف الوضع في أوروبا بأننا أمام عدة دول وهذه الدول الكثير منها يعاني ارتفاع حاد في المديونية حتى أن البعض ينظر حاليا إلى احتمالات بعض الدول من منطقة اليورو ورغم أن هذه التوقعات مشائمة بشكل زائد عن الحاد لكن هذه التوقعات أيضا مصدرها ارتفاع المديونية الكبير في عديد من الدول إلى جانب ذلك نلاحظ حاجة فعلية لمزيد من التدخلات الحكومية مهما كان نوعها لكن من أجل إيجاد سيولة للأسواق وإيجاد سيولة لتدور في الاقتصاد وتعيد تواجن الاقتصاد وشكرا لك سيد ساركيس توفريان وأنت محلل الأصلاق على تلك المجموعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر